المنظمات التابعة السلام عليكم مرحباً كيف حالك؟ شوكم طيبين؟ شوكم طيبين؟ شوكم طيبين؟ شوكم طيبين؟ مرحباً 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 علاقة ود ومشاركة وتعاون بناء صاغتها مملكة البحرين بخطوات رائدة وثابتة مع مختلف المنظمات الدولية لتكون شريكاً فاعلاً في تعزيز التنمية الشاملة في داخل وخارج المملكة بكفاءة عالية مشهودة تفخر الأمم المتحدة بعلاقتها التاريخية مع مملكة البحرين التي تعود لأكثر من خمسين عاماً في إطار هذه العلاقة تقوم الأمم المتحدة بدعم الأولويات التنموية للمملكة وذلك عن طريق التعاون والتشاور مع جميع الجهات الحكومية حيث يترطب على ذلك تقديم كافة سبل الدعم منها الاستشاري والفني والتنفيذي من خلال برامج متخصصة والتي تساهم في تحقيق الأجندة التنموية سواء المحلية أو العالمية ويتم تفعيل هذه الشراق من خلال الإطار الاستراتيجي المشترك للأمم المتحدة لسنة 2021 و2022 والتي تسترشد في بدمونها برؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأجندة التنمية المستدامة والتي تتم تنفذها بشكل مباشر عن طريق 22 منظمة أممية تحت مظلة فريق الأمم المتحدة في البحرين قامت مملكة البحرين بإدماج أهداف التنمية المستدامة في برنامج عمل حكومة لـ 2019-2022 وبالتالي في أن المشاريع والبرامج الوطنية تقوم بشكل مباشر على تحقيق مقاصد وغايات أهداف التنمية المستدامة التي تنعكس إيجابياً على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة تاريخ طويل ربط مملكة البحرين على تنويع مؤسساتها وتعاونها بمختلف المنظمات حول العالم حتى باتت أنموذجاً تحتذي به الدول لتطوير عملها الوطني والارتقاء به على غرار نجاحات البحرين البحرين كانت صباقة أنها بتعاونة ودعمها لمنظمات الأمم المتحدة تفيد الإنسان بشكل عام في مختلف الدول وأيضاً تستفيد دائماً رؤية البحرين ورؤية جلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله أنه إحنا كبلد صغير ندعي إلى السلام والمحبة والتنمية الدولية وهذه رسالة دائماً من مملكة البحرين إلى العالم لذلك كان العمل مع منظمات الأمم المتحدة في هذه الرؤية وهو في هذا الاتجاه طبعاً مع أيضاً تطور عمل منظمات الأمم المتحدة وعمل التنمية للأمم المتحدة تفرعت وتشعبت عدد من البرامج وكانت البحرين أيضاً صباقة في دعم هذه البرامج منها مثلاً على سبيل المثال نتكلم عن إنشاء مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لترويج الاستثمار في مملكة البحرين الذي إنشأ عام 96 كانت الحوكمة أن البحرين هي المركز المالي للمنطقة العربية وما ذالت فكانت الحوكمة أنه كيفية إيجاد برامج لاستفادة من مملكة البحرين هي كمركز مالي للمؤسسات المالية طبعاً التجارية وأيضاً هي في المنطقة التي فيها أغلب المؤسسات المالية التنموية قطاع الصحة من أكثر القطاعات نجاحاً ملموساً برهنت من خلاله المملكة على قدرة منظومتها الصحية على تجاوز المحن والتحديات بتعاون بناء مع منظمة الصحة العالمية تعمل منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة ومع كافة الشركاء على أرض المملكة على تعزيز الصحة من خلال تقديم الاستشارات النوعية والاستراتيجية لتعزيز الصحة والمملكة وضعت الصحة بمكان على أنها أولوية والنظام الصحي في البحرين هو من الأنظمة التي يشهد لها بالقوة ليس فقط بسبب المنظومة القوية والبناء الصحي القوي ولكن أيضاً لأنها تعتمد على المعلومات والاستراتيجيات التي اتخذت بعين الاعتبار التوصيات العالمية وعملت مملكة البحرين على مواءمة هذه التوصيات العالمية بناء على أولويات المملكة نهج حكيم وسياسة بناءة سارت بها البحرين للارتقاء باسمها وتنمية مجتمعها وعملها الوطني في كافة المجالات شراكة فاعلة مدت جسورها مملكة البحرين من العاصمة المنامة إلى مختلف عواصم العالم برهنت على نجاح المملكة في بناء شبكة علاقات وثيقة وناجحة مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر شكرا